مرحبا فيكم في الجلسة 179 لميلس الوزراء هناك عدوان يتكرر بشكل يومي على شعبنا وهناك شهداء وهناك أسرى وجرحى وهناك حصار على مدينة نابلس وعلى مخيم شعفاط وعناتا وقد زرت جينين أمس واطلعت على أحوال المدينة والمخيم واحتياجات أهلنا هناك وقدمت واجب العزاء بالشهداء والعزاء لشهداء محافظة سلفيت ومحافظة رامالله ورأيت غضبا كبيرا تجاه ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق أهلنا وتحدثت مع فعاليات مخيم شعفاط وفعاليات عناتا واطلعت على احتياجاتهم وسوف يتابع وزراء الاختصاص هذه الاحتياجات كل حسب مسؤولياته تمنع قوات الاحتلال الخروج من نابلس مما يعيق الحياة اليومية لأهلنا ويتقطع روتين الحياة اليومية لرجال الأعمال وموظفي الدولة ومواطنين وأهلنا في المدينة إن إجراءات الاحتلال هذه يجب أن تتوقف وأن العدوان المستمر على أهلنا يجب أن يتوقف واستخدام أولادنا وأرضنا ومقدساتنا قرابين تقدم للناخب الإسرائيلي يجب أيضا أن تتوقف وأطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدخول إلى المدن المغلقة وأن يكونوا شهودا على ما يجري وأن يعملوا معنا من أجل رفع الحصار ووقف العدوان يتجند مجلس الوزراء لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة إعلان الجزائر إلى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة وبما يخدم إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولمش شمل الوطن الفلسطيني الشكر للجزائر الشقيقة على جهدها وعلى استضافتها لنا بقيادة الرجل العروب الغيور على فلسطين سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأركان حكومته الموقرة يشكل مجلس الوزراء اليوم فريقا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني الذي يقوم الأخ الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار وفريقه بالتفاوض مع الإخوة في مصر الشقيقة لإنجاز اتفاقية معهم بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية وبما يعود بالنفع على شعبنا أتقدم بالشكر لإخواني في حركة فتح نائب رئيس الحركة وأعضاء الملس الثوري وأمناء سر الأقاليم على الجهد الذي بذلوه لثني نقابة الأطباء عن الإضراب الذي كانت أعلنت عنه النقابة مع تأكيد الحكومة التزامها بالاتفاق الموقع مع النقابة حالة انتظام الرواتب من جانب آخر أعلننا أمس عن استدراج اهتمام المستثمرين في الطاقة الشمسية لإنتاج حوالي 93 ميجا لخدمة المخيمات الفلسطينية ويأتي ذلك بتوجيهات من سيادة الرئيس من أجل توفير المال العام وسوف نتعاون مع اللجان الشعبية في المخيمات ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير لإنجاز هذا الموضوع يناقش مجلس وزراء اليوم قضايا متعلقة بوزارة الحكم المحلي والمجارس المحلية وضريبة الأملاك حيث نقوم بجهد تجريبي مع بعض البلديات لإنجاز ذلك بحيث تعمم في مرحلة لاحقة على جميع البلديات كما يناقش المجلس مشاريع للبنية التحتية من مدارس وطرق وعيادات وطاقة وغيره والاحتياجات الحكومية من مباني وغيره وتوصيات اللجنة المشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى حول جدول رسوم المحاكم النظامية وشكرا